قبل ما نتكلم على أخبار النهاردة في البريمو نقطة مهمة جداً وإحنا بنعيش في الوقت الحالي بالنسبة للأندية المصرية وهي الموسم لانتقالات الشتوية أول وقت الخاص بالانتقالات الشتوية ده بيبقى نقطة مهمة أو جزء مهم جداً للأندية اللي يمكن في الانتقالات الصيفية ما قدرتش إنها تجيب كل اللعبين اللي محتاجينها وبالتالي الانتقالات الشتوية بتبقى برضو تكملة لما حدث في الصيف وأيضاً بتشوف من خلال الفترة اللي لعبتها الأندية في الفترة اللي فاتت إيه النقص وإيه الأمور اللي انت محتاجة كانت ولكن هي النقطة الأهم دايماً اللي احنا ممكن لازم الأندية تشتغل عليها جدوى الصفقات وإيه التأثير اللي ممكن يحصل من الصفقات اللي انت جابتها في الصيف فيه أندية جابت لعيبة وظهرت بشكل جيد وفيه أندية أخرى ما جابتش لعيبة وظهرت بالشكل المطلوب والجدوى الفنية بالنسبة لهم معدومة من وجهة نظري الشخصية يعني فيه بعض الأندية أنا مش هتكلم وأخص أندية بعينها لكن ده واضح فيه يعني أندية كتير هتكلم مثلاً على أسوار مثلاً من الأندية اللي جابت صفقات مبلغها مش كبيرة ولعبتها مش مشهورة لكن تأثيرها الإيجابي جي مع الوقت فيه أندية تانية جابت بمبلغ كبيرة وصفقات كبيرة وأعلنت أن الصفقات دي هي الأهم وصفقات اللي يمكن ما حصلتش قبل كده ولكن دون جدوى ما أسرتش التأثير الإيجابي اللي ممكن تبقى بقيمة هذه الصفقات وهنا النقطة الأهم أنا بأتكلم بقى على أنا بأتكلم بشكل عام أنت ما تيجي تجيب العين لازم تبقى بتختاره يعني على الفرازة مدام بتدفع فلوس ما هو أنت بتطلع من جيبك يبقى تختاره على الفرازة أنت صاحب الرأي وبتشوف بقى اللي عبدالعب قد إيه اتصاب ولا ما تصابش اتصاب كم مرة في السنة ولا الأمور بالنسبة له إيه بيجيب أهداف قد إيه المعدل التهديفي أخباره إيه كمية الجاري المس باص حاجات بقى أنت تقدر إيه وإنت بتشتري العين تفنت تفنت عشان أنت بتطلع فلوس والفلوس دلوقتي صعبة أنك تطلح مش أي حاجة وخلاص كده بيبقى بتطلع منك وبالتالي ده جزء لازم الأندية ولازم الإدارات وإدارات التسويق واللي بيشوفوا بالعين العيبة اللي أنت محتاجها لازم يكونوا واخدين بالهم دي نقطة مهمة جداً ونقطة هتوفر حاجات كتير جداً بالنسبة له الأندية أنك ما تجيبش العيب وتقعده ما تجيبش العيب وما يلعبش ما تجيبش العيب وييجي مداري بيقول لك أنا ما قدتش يعني أنت مش في حساباتي وأنا مش مقتنع وأنا عندي في المكان بتاعك ده كذا واحد عشان الإدارة قررت أنها تجيب بدون اللجوء أو استشارة المدير الفني على الجانب الآخر ليه الأندية بقى وإحنا في ظل الفلوس الصعبة والأمور الصعبة اللي احنا ممكن نكون كلنا عايشينها يعني تعتمدش على القطاع النشيين يعني ليه الأندية وبالأخص كمان بقى الأندية كبيرة اللي عندها قدرة مالية زي الأهل والزمالك قدرة مالية كبيرة وبيعملوا وبيصرفوا مصاريف كبيرة جداً كمان على قطاعات النشيين ولكن برضو حتى الآن الرؤية أو جدوى القضاء أو رؤية اللعبين النشيين طفيفة جداً في التواجد يعني لما استبشرنا خير في نادي الزمالك بوجوده في السنة اللي فاتت كان بمجموعة لعيبة تلعو من قطاع النشيين وعملوا شكل رائع لناد زمالك لكن ده في نهاية المسم اللي فات السنة دي الوضع مختلف مختلف لفريرة في اعتماده على اللعبين دول حتى لما بينزلوا وبيثبتوا نفسهم زي يوسف وسمى نبيه بتلاقيه ما بيشتغلش ما بيلعبش من الأول ده جزء مهم الرجال الأخر برضو النادي الأهلي اعتماده مش بالشكل اللي كان قبل كده السنين قبل كده كان نادي الأهلي دايما هو مصنع للعبين النشيين للفري الأول في جزء مهم انا لازم برضو افتكره مع حضراتكم النادي الأهلي السنة دي راح اشتغلها مجموعة من اللعبين من ودي دجلة مجموعة من نشيين وبالتالي هنا فين قطاع نشيين فين اللعبين من قطاع نشيين اه بتشوف لعب كويس في المكان الدانية ايه المشكلة اشتريه لكن كم اللعبين اللي جابهم من ودي دجلة سبعة اعتقد ده يعني عدد كبير جدا من اللعبين هي مشكلة ومشكلة كبيرة موجودة في اه